بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين اليوم جابت لكم غدا ياخذ العقل برياني يعني اتركوا كل طرق البرياني اللي تعرفونها وعملوا هذا الطريقة مرة لذيذ ومرة سهل ومرة سريع وعملنا معها شطني شطني يعني دقوس أخضر خمدي بالنعناع يجنن وعملت هذه دائما نحن نعمل فاصولة الخضرة الحال والفاصولة البيضة الحال مع أنهم هم أخوان كلهم فاصوليات فجمعناهم في قدر واحد وطلعوا أحلى وأحلى 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 هذا شوية شيش بارك عندنا ناس متوحمين على شيش بارك وعملنا شيش بارك لازم رزق أبيض ما يمشي مع البرياني وخير الله بس يعني البرياني قصة حلوة جميلة جدا وسهلة جدا وحتشوفون بنفسكم دائما يقولوني سهل والله كل شي سهل أي شي نعرفه ونحضر له ونضبطه يطلع سهل بس يعني الفرق أنه في شيء طول صح في شيء ياخذ وقت وشيء سريء هذا الفرق بس يعني مو صعب كله خلط مقادير وعلى النار شايفين شكله شكله خفيف وضريف وطعم يعني في طعمه مرة لذيذة مع الكزبرة والنعناع الأخضر والبصل المحمر البصل أنا دائما أقلي وخليلي في الثلاجة عندي دائما عندنا بصل في بيتنا ضروري البصل مقلي في الثلاجة والحين نباحثة في السوبر ماركت جاهز البصل وهذه الفاصولية بصراحة رائعة رائعة طعمها مو طبيعي اثنينهم مع بعض الخضرة والبيضة جمعناهم وبعدين ما حطينا فيهم لا أعشاب ولا شيء خلينا طعمهم يطلع الحالو يعني ما حطينا كزبرة ولا بقدونس ولا نعناع يابس خلينا بس الطعم الطماطم المسبكة مع اللحمة طلع مرة طعمه حلو ما يبغاله إضافات يعني لو يبغاله كان قتلكم حطوه بس كده هو طعمه مرة حلو الفاصولية الخضرة طعمها حلو مع الطبخ ومع الرز طبعا عشان كده حطينا رز بالشعرية بعد يأكلونا معاها أو مع الخبز تغميس وهذا الشطني حار طبعا بس شوية شوية يأكلو لا تأكلون كتير يعني هو يطعم لازم هذا النظرة الأخيرة الحين نحطكم المقادير يعني هذا التشجيع أول شيء وبعدين يلا أول شيء نحضر حالنا نحط هنا ثوم بزنجبيل زنجبيل الفرش مع شوية موية نطحنه لما يصير معجون نخليه على جنب نحط الثوم نحطه شوية موية ونطحنه نخليه على جنب هذا الكزبرة الخضرة نشيل للجهة الأعواد ونفرمه ناعم يبغانا حزمتين كزبرة لها الطبخة النعناع الأخضر نفس الشيء نشيل الورق بس الورق ونفرمه البطاطس نقشرها ونقطعها كبار يعني أرباع أو كذا إذا كانت كبيرة مرة ثلاثة الحين هذه المقادير دجاجتين نشيل الجلد والعظم قطعهم كل واحدة ست قطع ست أكواب الرز بسمتي منقوع البتين روب زبادي عصير ليمونة الثوم الزنجبيل اللي عملناهم الكزبرة بصل محمر صار بهرات صحيحة وبهرات ناعمة بس هذا هي شايفين البطاطس نسلقها نص سلق ضروري لأنها ما رح تستوي بس إحنا كنا دائما برياني نقلي الدجاج ونقلي البطاطس ستصير دسمة كثير الحين هذه الطريقة مرة خفيفة وحلوة في وعاء نحط الدجاج نحط البصل المحمر ونحط الزبادي ونحط البهارات وعصير الليمونة الليمونة والملح هذه الليمونة والزبادي والثوم والزنجبيل اللي طحناهم يعني هذا الخطوة تقدرون تعملونها قبل بيوم حتى ونحط شوي من البهارات الصحيحة بعد البهارات النعمة البهارات الصحيحة وشوي كزبرة وشوي نعناع أخضر نفركهم تمام تمام يشربون وطبعا الملح والزبادي الروب نفركهم ونغطيهم بنايله ونخليهم يا ليلة كاملة يا أنا والله خليتها نص ساعة ما كان عندي وقت بس يعني لو خليتوها ما في مشكلة إذا عندكم مناسبة أو قبل بيوم أو صباح للليل ما في مشكلة طبعا في الثلاجة مو برة الثلاجة هذا هي جاهزة تتشرب الحين نسخن شوي الزيت ونحط هذه الخلطة نقلبها شوية نحط البطاطس المسلوقة يعني مو مسلوقة على الآخر نص سلق عشان هي حتسوي معاهم نقلب شوية هنا يسخنون تمام شايفين زي كده نحط الملح نضبط الملح وهذه البطاطس لأنه الحين صير البطاطس قاسية والله ما تستوي بسرعة عشان كده سلقناها نحط لهم موية حوالي نص كوب موية ونغطيه لما يسون نصخن موية نحط زيت وملح بهارات صحيحة ليمون أسود وعواد قرفة وهيل وقرنفل صحيحين هذا هما خليهم يغلون تمام ونحط شوية كزبرة وشوية نعناع حيعطيهم طعم يجنة ما تتخيلون الرز ونحط برضه بصل محمر من البصل المحمر اللي عندنا حيعطي الرزة ما ينسلك فيه شيء مو طبيعي الآن هنا عندي السوى خلاص الدجاج والبطاطس تمام شايفين المرقة كيف صارت لما غلت نحط فيها الرزة الحين والملح طبعا ما ننسى الملح لما يستوي الرز ثلاثة ارباع سوى خليه لما يستوي نصفيه طبعا عشان نحطها الحين فيه قدر نحط الخلطة نص الخلطة نحط فوقها الرز نص الرز ونرشها الحين بصل كزبرة وبقدونس شايفين بصل وكزبرة وبقدونس نشه نرش شويه الزيت نحط الحين الخلطة الثانية الباقي يعني باقي الخلطة مش الخلطة الثانية باقي الخلطة ونحط باقي الرز شايفين الرز هلزم يكون يعني مو سويه ثلاث ارباع سوى او اقل شوي الآن نحط قطع زبدة وهذي ماء كاده إذا ما فيه حطه ماء ورد إذا ما فيه مضروري شوية ما أكادي نحط ورد وبصل وكزبرة ونعناع والزبيب المغسول ونرش الزعفران المنقوع هذا الزبيب والزعفران المنقوع نرشه تمام نغطي القدر نار قوية 5 دقائق بعدين 20 دقيقة نار هاد أي تفلفل نغطيه تمام وبرق ألمنيوم عشان ما يطلع البخار يكون محكم الحين هنعمل الشطني علبة زبادي حبة بصلة كم سنثوم حزمة كزبرة خضرة عصير ليمون كمون وملح كمون ناعم وملح ونعناع أخضر بعد نعناع وكزبرة وكمون وملح وفلفل أخضر حار ونحط هذا الليمون نحط نصف الزبادي عشان يساعدنا يختلطون باقي الزبادي بعدين هذا الزبادي نضحنه تمام تمام لما يذوب يصير معجون نحطه في صحان ونضيف له باقي الزبادي الروب ونخلطه تمام وخلص هذا هو الشطني الحين بعد ما سوا شايفين نشيل اللي على الواجه كله هذا الخلطة نخليها على جم عشان نزين فيها بعدين اللي هي البصل والزعفران وهالأشياء كلها اللي حطيناها ونكب الرز من القدر في الصحان ونزينه ونزينه بهالخلطة وممكن تحطون مكسرات أنا ما حطيت مكسرات ممكن كاجو لوز هو في زبيب وهذا الحين الفاصولية الفاصوليتين أشف الفاصوليتين فاصولية بيضة وبصل وطماطم وثوم فاصولية خضرة لحمة كمون كزبرة فلفل أسود رشة سبع بهارات من الليل أو من الصباح نقسل الفاصولية ونحط لها موية مغلية ونغطيها ثاني يوم نقسلها نكب الموية ونقسلها ونحط لها موية باردة عشان ما تتكسر ما نحط لها موية مغلية ونخليها على نار هادئة لما تتسوي لان اذا نار قوية تتكسر الفاصولية وننتبه لها نشيل طبعا لما تغلي نشيل هذا اللي على الوجه ونخليها لما تتسوي على مهلها وننتبه لها ما تكون يعني ما تكون أكثر مهرية لازم تكون مستوية بس مش مهرية نصخن زيت نحط البصل ونقلبه لما يذبل تمام تمام نحط اللحمة ممكن دجاج اللي ما يبغى لحم دجاج نحط الثوم مع اللحمة ونقلبهم لأن الثوم يودي كل ريحة اللحمة نحمسها تمام شايفين نتأكد أنه نحمسه تمام نحط الكمون والكزبرة والفلفل الأسود رشة سبع بهارات يعني الفاصولية ما يبغى لها كثير بهارات ولا أشكال والملح ما نحط كل الملح الحين نحط نص الملح بعدين نشوف نقلبه بتطلع ريحة البهارات نحط معجون الطماطم ونقلبه أيضا شايفين زي كذا يتقلب ويتقلة شوية نحط الطماطم المضروبة بالخلاط ونحط موية يعني حوالي كوبين ثلاثة كواب موية نغطيه لما يسوي ساعة ساعة ونص حسب لحمتكم وحسب قدركم إذا في قدر ضغط أكيد أسرع إذا في قدر عادي ياخذوا وقت أنا عملتوا في قدر الضغط بعدين نفتحه نقطع الفاصولية صغيرة شايفين مو كبيرة نخليها تسوي كذا ربع ساعة نحط الملح ما نسلقهم كلهم مع بعض الفاصولية سلقناها لحالها لو سلقناها معاها طبخناها معاها الحين حتتكسر وتصير المرق مو صافي كذا طريقة هذي مرة حلوة الحين نحطوا الفاصولة السوات نخليها تتسبك معاها تشرب البهارات تشرب الطماطم أحلى إدامة لا تنسون اللايك كل يوم تعالوا موسيقى